النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثاء التاسع عشر من أيلول نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تتأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تكون تأثيراتها واضحة خلال ساعات نهار الأربعة في حين تبدأ مع ساعات نهار اليوم الثلاثاء على شكل خفاض في درجات الحرارة تأتي هذه الحالة بعدما شئت الله تعالى بفعل امتداد حوض علوي معتدل في طبقات الجو العليا سيتعمق في أجواء البلاد مع ساعات نهار الأربعة بناء على هذا التحليل يتوزع الضغوط الجوية في طبقات الجو كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون طقس اليوم الثلاثاء خريفيا مشمسا مستقرا ومعتدلا تنخفض درجات الحرارة لتسجل 33 درجة مئوية نهارا وتصل الليلا إلى 18 درجة مئوية تكون الرياح غربية معتدلة عند 20 كم في الساعة بالنسبة لأجواء الأربعان توقع كما ذكرنا أن نتأثر بحالة ضعيفة من هذا المستقرال الجوي على شكل أنطار متفرقة على المناطق الساحلية واجبالها الساحلية قد تمتد باحتمال ضعيف باتجاه مناطق إدلبة وحلبة مع ساعات عصر الأربعة وتكون هطولات متفرقة من وقت إلى آخر تكون الأجواء بصفة عامة معتدلة غائمة جزئيا تحافظ درجات الحرارة على قيمها عند 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 18 درجة مئوية تتراجع حركة الرياح الغربية لتهب عند 15 كم في الساعة تستقر الأجواء من جديد نهار الخميس وترتفع الدرجات الحرارة وتشرق الشمس لتسجل درجات حرارة 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة إلى 18 درجة مئوية تبقى الرياح هادئة عند 15 كم في الساعة في التوقعات المتوسطة وبعيد مدى نتوقع بإذن الله تعالى وأنه اعتبارا من ساعات نهار الجمعة تتقدم كتلة هوائية حارة نسبيا مرافقة لمرتفع جويا شمي مداري لذا ستكون الأجواء حارة بوضوح اعتبارا من نهار الجمعة مع درجة حرار أعلى من معدلات لمثل هذه الفترة من السنة بمشيئة الله تعالى هذا كان كل من يتعلق ثورات حال الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ترجمة نانسي قنقر